كلمة نختم بها برنامجنا هذه الليلة للشيخ الدكتور فهد المعطاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الشيخ فاين ابن صالح المنصوري الثقفي شيوق قبيلة منيسبيان من ثقيف شيوق القبائل رجال الفكر رجال العلم رجال الأعلام رجال الأعمال رجال الدولة رعاها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبارك ونهني للشباب من قبيلة المنصور من بن سفيان من ثقيف حفل زواجهم هذه الليلة ونتمنى لهم الصلاح والتوفيق إن شاء الله وبالرفاهة والبنين الزواج الجماعي زواج محمود عند العرب سواء عند العرب في عروبتهم أو عند الإسلام في إسلامه والعرب هم الأمة الذي نزل عليهم الإسلام فهذه سنة حميدة كون إنه مجموعة من الشباب يتزوجون في ليلة واحدة ويا ليت كل القبائل تنهج هذا المنهج وهذا المسلك في تزويج شبابهم بالشكل الجماعي ويشكر شيخ القبيلة الشيخ فاين بن صالح المنصوري السفياني الثقفي على هذا الحفل ورعايته عند قبيلته من قبائل السفيان وهذا منهج طيب نسأل الله التوفيق دائماً لكل القبائل إنها تنهج هذا المنهج إذا كان إن الأسبوع الماضي عند قبيلة من القبائل سبع زواجات في ليلة واحدة وهم قبيلة واحدة وكل زواج بجهة هذا يشتت الناس المعزومين وأيضاً يرهق المضييفين وهم قبيلة واحدة ولذلك جمع القبيلة في زواج جماعي هذا شيء طيب يخفض في كل كلفة وأيضاً يجمع القبيلة بمشائخها وبرموزها وأيضاً الشباب واجب عليهم الزواج وحديث الرسول الله عليه حث الشباب على الزواج لذلك هذه سنة حميدة الزواج الجماعي وهم يشكرون على ذلك ونسأل الله لهم التوفيق ولا نستقرب على قبيلة ثقيف القبيلة الضاربة جذورها في عمق التاريخ قبيلة الثقيف قبيلة الحجاج بن يوسف الثقفي قبيلة أبو محجن الثقفي قبيلة محمد بن القاسم الثقفي بطل السند قال فيها الشاعر قال فيها الشاعر إن الشجاعة والمروعة والندى والندى لمحمد بن القاسم بن محمدي قاد الجيوش بسبعة عشرة حجة يا قرب ذلك سعدداً من مولدي يا رحاب البيت والركن الشريف أخبرين عن عرانين العنوف يصنع التاريخ وأبطال الحجاز من قريش من هذيل من ثقيف لذلك العلاقة كبيرة ما بين قبيلة هذيل وبين قبيلة ثقيف جواراً ونسباً وصهراً وبين قريش أيضاً ونحن نعتز بذلك وحضورنا هذه الليلة بدعواً من الشيخ فاين المنصوري السفياني الثقفي نحن نشكره على دعوتنا ولا نستغرب أن نكون عند أبناء عمنا ثقيف ولا نستغرب أن تكون ثقيف عند هذيل فنحن كلنا إلى نسب واحد ونعتز ونفتخر بقبيلة ثقيف الضارب جذورها في عمق التاريخ الضارب جذورها في عمق التاريخ قبيلة الأعنة والأسنة قبيلة الفرسان الشجعان وقبيلة الصحابة الأجلاء وقبيلة شاركت في الفتح الإسلامي مع هذيل ومع قريش ومع قيرهم من القبائل لذلك نتمنى لهم التوفيق أبناء عمنا ونعتز بهم ونتمنى للعرسان الليلة التوفيق والنجاح والصلاح إن شاء الله وبالرفاهة والبنين ونشكر الجميع شكراً حفلونا الكريم ختاماً ولا ختاماً للنجاح نشكر كل من ساهم معنا في إنجاح زواجنا الحادي عشر نشكر أفراد القبيلة نشكر الشيخ نشكر جميع العاملين في اللجان من لجنة الإعلامية واللجنة الاستقبال واللجنة إعداد العشاء كل من ساهم في حفلنا له منا جزيل الشكر ووافر التقدير أيضاً لا ننسى من شارك معنا في هذه الليلة في إنجاح هذا الحفل فرقة الأصالة التابعة لجمعية الفنون للثقافة والفنون بالطايف أيضاً التلفزون السعودي الذي سعدنا الليلة بمشاركته وتصويره حفلنا ونشكر أيضاً شعراءنا الذين شاركوا معنا في هذه الليلة ونشكر كل فرد من أفراد قبيلة آل منصور ونتمنى لهم مزيداً من التوفيق نشكر الشكر الأعظم والأوفر لكم حضورنا الكرام لكل من ساهم وتعنى في حضور حفلنا من شيخ وشاب ساهم معنا في إنجاح حفلنا نشكر لكم حضوركم وعلى أمل اللقاء بكم في حفلات أخرى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة